أجيب الذي قد أتى يسألك فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نبدأ وبحضرتكم نسعد والحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك تعالى عن وزير وتنزه عن النظير والولد قبل من خلقه اليسير وأعطى من فضله الكثير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والصلاة والسلام الأكملان الأعظمان على سيدنا محمد البشير النذير ورضي الله عن أبي بكر وعمر ذي العدل الغزير وعن عثمان صاحب جيش العسرة في الزمن العسير وعن علي الذي فاز بريحانة البشير النذير وعن سائر أمهات المؤمنين والصحب والتابعين الذين نشروا ورفعوا راية الدين وبعد مشاهدي الكرام حيث ما كنتم وأينما كنتم في أرض الله الواسعة حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم جميعا قلوا أمين جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله نحن اليوم على موعد مع قصة لا يخلو منها زمان ولا مكان وإن اختلف الأشخاص إنها فتنة الحرص على الدنيا الفانية نسأل الله أن يحفظنا من تلك الفتنة إنها فتنة التقاتل على الدنيا الزائلة إنها فتنة قلم من ينجو منها قصة حدثت في اليمن بالقرب من صنعاء وتحدثت عنها صورة القلم في القرآن الكريم هذه الواقعة تحكي حديث رجل فهم لماذا أعطاه الله المال مهمة جدا نخلي بالك الحتة دي وقف فيها شوية ليه ربنا أدك الفلوس؟ دي نعمة وفي نفس الوقت اتلاء زي ما هي نعمة تتمتع بيها اختبار هتعمل بيه إيه؟ هتبخل بيه ولا تنفق منه والناس اللي بتأدي زكاتها بالمناسبة بما إننا النهاردة في رمضان وبنتكلم عن الزكاة وبنتكلم عن الإنفاق فالناس اللي بتأدي زكاتها نوعين نوع هو الأعم الأغلب ركز فيه كويس النوع الأعم الأغلب ده اللي ييجي يا سيدنا الشيخ سلام عليكم الزكاة كامل السنة دي 2.5% طبعا أنا بتكلم على الزكاة المال مش على الزكاة الفطر طيب يعني أنا عندي مليون يبقى عليه كذا أهم سلام عليكم خلصنا خلي بالك طيب ده نوع النوع التاني اللي يقول لك أنا هاخد كامل ركز في الحدة دي أول أنا إيه هاخد كامل إيه يعني هاخد كامل يعني كفاء علي أكل وشرب ولبسي وبريستيجي وحياتي وعيالي وسوئيني وبعد كده المال كله بتاع ربنا تخيل ربنا سبحانه وتعالى فرق بين الاتنين في القرآن أو الله علشان كده أتكلم عن النوع التاني ده في سورة الزريات اسمع كده قال إيه كانوا من ال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم تخيل أو الله ده النوع التاني اللي هو يقول لك أنا هاخد بس مرتبي والباقي كله بتاع ربنا شفت بقى؟ طيب النوع الأولاني ربنا فصل بينه بالنوع ده لما قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يقول لك ربنا ليه كم السنة دي؟ يا ابن ربنا ليه كله ده أنت اللي ليه كم يا ابن الله يهديك؟ خلي باله المهم الراجل ده كان ربنا ما يديله المال فكان من نوع التاني كان عنده بساتين تحوي أجود الأشجار وبأقل السعي والعمل ربنا يديله أجود السمار وأكثر السمار فكان يعمل إيه؟ ياخد اللي على قده هو وعياله يعيشهم والباقي كله بتاع ربنا الكلام ده ما كانش عاجب الشباب صاروا عليه وقالوا له اللي بتعمله ده يا ابوه اسمه سفه واسمه قلة خبرة واسمه ما يتماشاش مع الإدارة الحديثة والاقتصاد الحديث وتشغيل المخ والمدنية والمصطلحات الحلوة دي إيه اللي حصل؟ تعالوا نروح لفاصل الأول نصلي فيها على خير البرية ثم نعود نتمم الكلام فتابعونا ولا تفارقونا عدنا لحضراتكم بعون الله وبحولي وبقوته أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا عليك سلام الله في كل خفقة فقد ماتت الأسماء إلا محمدا صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله جزا الله عننا سيدنا محمدا ماه أهله الأب حاب يعلمهم إن احنا مناش حاجة وإن المال كله ملك ربنا سبحانه وتعالى وإحنا مجرد أمناء عليه وكان عنده ثلاث ولاد الحقيقة الولد الأوسط ربنا هداه واقتنع باللي بيقوله أبوه الولدين فضلوا معكسين أبوه ويقولوله طم فلان بيعمل وكل الناس وانت أحسن من ناس دي كلهم إنهم ليشدعوا بالناس كل واحد يعمل اللي يحاسب عليه وفضل الكلام كده رايح جاي بينهم والصورة قائمة تهدأ وتصور مرة أخرى لما يلاقوا الأب مش مقتفي بالزكة بس إنما كمان بيطبع الصدقات على فكرة الحاجات دي موجودة أنا أعلم عن أحد الناس أو أعرف أحد الناس كان ابنه وسبحان الله العظيم الابن كان يقول له أنت هتسيب لنا إيه يا بابا أنت عملت طعم طعام كل اتنين وخميس ومش كفاية أن أنت بتصرف زكاة وزيادة لا دا أنت كمان بتطلع عشرة في المية من أي ربح داخل لنا وكنت أععد بينهم كتير قوي وكنت أقول له يا ابني هل شعرت مرة أن أنت بالإدارة الحديثة كان الولد خليك إدارة أعمال بالإدارة الحديثة بتاعتك وبالكلام الحديث بتاعتك من أسكى أنت ولا بوك فكان بينه وبينه يقول له والله عم الشيخ أنا معرفش ربنا بيرزقنا إزاي وربنا بيكرمنا إزاي ده أنا بخش الصفقة وأنا عارف إن إحنا نخسر فيها ويتقز مستنى ألاقي ربنا حول الخسارة المكسب أقول له يا ابني ما هو ده اللي بيعمله أبوك يا ابني البركة في رضا الرحيم وفي دعوة الفقير يا ابني إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار الولد ما كانش يسمع وكان دايما مشكلته مع أبوه هتسيب لنا إيه فكان أبوه دايما يقول له يا ابني أنا مليش هسيب لك إيه أنا بسيب لك ربنا وربنا يتولاك ويابني أنا ناشئ على حديث أبويا كان يحفظوني وكان الرجل يقول له كده أن ما فيش مسلم يفرج عن مسلم قربة من كرة بالدنيا إلا فراج الله عنه قربة من كرة بيوم القيامة وربنا سبحانه وتعالى يا ابني ما كانش بيأمر في القرآن خلي بالك اتعلم الرجل يقول له كده والله يقول لابنه وأقول لك على مفاجأة عكيبة أول الله العظيم كان يقول له يا ابني أنت عارف في القرآن ربنا ما أمرش حد يصلي على حد إلا على النبي وبعدين على مين؟ أيوة أيوة جدع على مخرج الصدقة فربنا يقول لنا في القرآن إيه إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمرنا كلنا نصلي على النبي أمر النبي صل على مين؟ اسمع خذ من أموالهم صدقة تطحرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الله أكبر ده أمر النبي إنه هو يصلي على إنه بيخرج الصدقة العجيب والله دارت الأيام في نوبة لقيت الراجل بيتصل بي حوالي الساعة 7 الصبح فطبعا كانت مفاجأة لي أيوة سلام عليك وزكا من الحج قال لي وعليكم السلام زكشف محمد أستأذنك ابني في زمة الله تعالى غسله وكان هو الوحيد تخيلوا سبحان الله العظيم أرجع للراجل عشان ما ضيعش الحلقة بتاعتك أرجع للراجل وبقول له كل واحد بخلاب بالدنيا ما نقص ماله من صدقة احتدم الخلاف بين الأب وبين أبناءه اللي بقوا اتنين مولئة ابن الأوسط مال لأبون وانتهى الأمر إنه لما يبقى الفلوس معاكم اعملوا اللي انتوا عايزينه ولكن الأب حضرته الوفاة وهو على فراش الموت كان آخر كلماته بأن المال مال الله فإياكم أن تبخلوا على عيال الله وعيال الله هم الفقراء والمساكين الولاد دفنوا أبوهم وخلاصوا رجعوا للبيت وكان اقترب موسم الحصاد وبدأوا يفكروا يعملوا إيه في الثمر ويعملوا إيه في الحاجة اللي هتيجي ويبيعوها إزاي الابن الأوسط قال لهم خلي بالكم أنا مش هغير حاجة من اللي أبونا كان بيعملها والأبوية وصاني بيقلوا له اسمعوا أصلاً محدش ولا فقير ولا مسكين هيخش علينا إحنا هنحصد وانبيعو وخلصنا اللي عمل وأبوك ده تدفن معاه ولازم تقسم هنا بأغلظ المواسيق أن أنت ما تقولش لحد على موعد الحصاد علشان المساكين ما يجيش ما يجناش والشاعتين دول يقرفونا آموا إحنا مش هنكتقد ونتعبوا في الآخر ندون فلوسنا أبوك ده كان راجل متخلف عشان كده مات بدري وما سبلناش عاجة مع أنه سبلوهم سبحان الله العظيم أموال كثيرة طائلة انتهى الأمر إلى ما أراد وأقسم الولد مقرهاً بأغلظ الأيمان على أن لا يخبر أحداً بموسم الحصاد أو بموعد الحصاد وهم تقاسموا فيما بينهم لا يدخل الجنة أو لا يدخل الحديقة عليهم مسكين وذهبوا ويا ليتهم ما ذهبوا اسمع إلى حديث القرآن وهو يتحدث في صورة القلم عن تلك الحصرة والندامة حينما ذهب الإخوة إلى البستان وقد عقدوا على حرمان الفقراء والمساكين لكنهم ما وجدوا فيها شيئاً اسمع بل نحن محرومون إحنا اللي كنا عايزين نحرمهم ربنا حرمنا اسمع قال أوصتهم ألم أكل لكم لو لا تسبحون الأوسط قال لهم مش ده اللي كنت بحذركم منه مش قلت لكم نفذوا وصية أبونا أنتوا اللي ما سمعتوش الكلام قالوا سبحان ربنا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وبدأوا يرموا اللوم على بعضيهم بدأ يقولوا أنت كبير أنت المفروغ تقول لي عيب وبدأ ده يقول له اسمع زي ما القرآن قال فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ لكن حرموا ومنعوا سبحان الله العظيم ولما القرآن حكى عن حرمانهم ومنعهم حكى كمان عن رجاءهم في الله ورجعهم لربنا اسمع عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبِدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ لكن ربنا يقول كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون عشان كده ربنا يقول على لسان النبي فيما نطق به سيدنا النبي داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة وخدوا بلكم والله يا سادة والله الزكاة عمرها ما أنقصت مال ولا عمرها ضيعت راجل صاحب أموال أبدا وإنما ندي الزكاة المين نديهم للي ربنا قال لنا عنهم في القرآن يحسبهم الجائل وأغنياء أمنا التعفف هقول لكم في عجالة وقبل ما أطلع لفاصل وديك الهدية والله العظيم يا سادة كنت أعلم مرأة كانت من زول يسار وبعدين راحت في مرة تكشف فقال لها اللي عندها قنصر في السدي والله دي قصة أنا كنت شاهد عليها رجعت الست وخبرت أولادها اللي كانوا يحبوها حب جم وبدأ كل واحد يكلم مراكز متخصصة لكن الست بدأت تكلم ناس تعرفهم علماء ومشايخ اللي متخصصين في الدبح ويتبحوا لها واللي متخصصين في الإطعام يطعموا لها واللي متخصصين في العطاء يطلعوا لها والله استمرت على هذا نحو ثلاثة شهر وفي خناء مع أولادها علشان يروحوا لمراكز الأشعة المتقدمة وبعد ثلاثة شهور أنفقت ما الفقت بينها وبين ربيها راحت أقسم بالله تعيد الكشف فالدكتور اللي كشف أول مرة وقف مزهولا وقال لها حج أنت عملت للعملية فين وبالبراعة دي قالت له يا ابن اللي عملها ربنا قال لها لا لازم تكون أنا شايف الورن بعين وأنا اللي محدد حجمه وأنا 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 قالت له يا ابن نرجعت لحديث النبي داو مرضاكم بالصدقة مش معنى كده أن احنا نهمل العلاج إنما هي صارت في طريقين متوازيين غير أنها فضلت طريق النبي قبل طريق الطب ففازت ببركة الله وببركة سيدنا ومولانا رسول الله تعالوا الروح لفاصل نصلي فيه ونسلمه على خير البرية ثم نعود لنتمم الكلام بالهدية فتابعونا ولا تفرقونا فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب عدنا لحضراتكم بعون الله وبحولي وبقوتي أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدة وغبت عن الدنيا وما زلت سيدة عليك سلام الله في كل خفقة فقد ماتت الأسماء إلا محمدة جزى الله عنا سيدا محمدا ما هو أهله سمحوني قبل ما أقول لكم الهدية بس أحكي موقف في عجالة أنا لسه مقيم في منطقة شعبية وبوي في منطقة شعبية فواحد خبط علينا في رمضان والله الموقف ده حقيقي وبعدين فتحت له فحبي دي نشانطة رمضان فأقولت له سمحني يعني إحنا مش مستحقين فالراجل زي الأوي يا شيخ خده من باب جبر الخاطر قلت له ما هي مش من باب جبر الخاطر لأنك لا جايبها لي من باب جبر الخاطر ولا من باب الهدية إنما أنت جايبها لي من باب الصدقة وبالمناسبة أنا بميل للرأي القوي اللي بيقول إن شنط رمضان ما تتعملش من زكاة المال إنما من الصدقات لإن زكاة المال تخرج مال خلاص كده وزكاة المال من يعني من جابلش بيها جراننا وأصحابنا وحبيبنا في الكمباوند بالشنط واليميش والمكسرات لا 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 إنما تخرج للفقراء والمساكين الأصناف اللي ربنا تحدث عنهم في سورة التوبة المهم إن الخلاف بيننا احتدم إننا راجل متكبر فأقولت له لا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وبقول الكلام ده لكل واحد يقول لك أصنع بحبها بارك أيو الله يا صاح حيلو أصنع بحاجة ربنا أقول له حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول احفظ الحديث ده كويس أوي إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس وفي رواية إنها لا تحل لمحمد ولا أهل محمد فعيب لما ما تكونش مستحق وتاكل أوساخ الناس ما تزعلش مني ولو زعلت برحتك أنا بقول اللي خلصت من ربنا أروح للهدية وهدية النهاردة دعاء نبي الله دانيال سيدنا دانيال ده نبي من أنبياء بني إسرائيل وكان بعد سيدنا داود وقبل سيدنا زكريا ويحيى عليهما السلام وقع في شدة وكان مع رجل اسمه بخت نصر وبخت نصر ده كان رجل طاغي ملك الدنيا بالمناسبة المهم فألقى سيدنا دانيال في جب ومنع عنه الطعام والشراب لكن سيدنا دانيال ظل يدعو الله بدعاء حينما اشتد به الجوع وأرهاقه العطش فربنا سبحانه وتعالى أوحى لنبي من أنبياء بني إسرائيل كان اسمه سيدنا أرمياء وقال له روح ودي أكل لنبي دانيال فقال له يا رب أنا بعيد عنه هو أنا بالأرض المقدسة ودانيال هناك في العراق فربنا قال له ما تحملش هم أنا هبعت إلا يحملك أنت والطعام بتاعك لدانيال المهم سيدنا دانيال لقى الأكل على الجب يتدلى منه عارف الدعاء بتاع سيدنا دانيال اللي ربنا بعث له به الأكل إيه هو في عجالة اكتبوا ورايا كان سيدنا دانيال دوما يقول الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره والحمد لله الذي يجيب من دعاه والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة والحمد لله هو يكشف ضرنا وكربنا والحمد لله الذي يقينا من كل سوء بظننا والحمد لله الذي يقينا حين يسوء ظننا بأعمالنا والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنه إلزم دعاء نبي الله دانيال هتلاقي فيه فرج عجيب ارفع معي أكفة الضراعة واسأل ربنا اللهم إنا نسألك توفيقا في حياتنا وراحة في نفوسنا وتيسيرا في أمورنا ربنا أعوذ بك من شتاة أمورنا ربنا أعوذ بك من مس الدر ومن ضيق الصدر اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقبه حصرة ومن كل خطيئة تورث الندامة ومن كل قول وعمل يرد الدعاء ويحبس الرزق رباه إن كنت تعلم أن هناك ذنبا يحول بيننا وبين تيسير أمورنا وتوسيع أرزاقنا فعجل اللهم لنا في تلك الليلة بغفرانه وعجل لنا يا رب بتيسير أمورنا وسعة أرزاقنا وصلاح أحوالنا اللهم إن كنت تعلم أن لنا خطايا حالت بيننا وبين قبول دعواتنا فعجل اللهم بغفرانها وجد علينا بالقبول وانظر إلينا نظرة رضا وانظر إلينا نظرة تغننا بها عن قلقك وتيسر بها أحوالنا وتفتح لنا بها باب القبول يا أرحم الراحمين أنت حسبنا ونعم الوكيل رباه ما لنا سواك ندعوه وما لنا سواك نرجوه أنت ملجأنا وملاذنا اللهم رب الركن والمقام رب المشعر الحرام أقرئ رسول الله من كل مسلم السلام وارزق بلادنا الحفظ والرزق على الدوام يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين آمين 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 أقول ما تسمعون وأستغفر الله مما تعلمون ومما لا تعلمون إلى الملتقى في حلقة الغد انقدر الله اللقاء والبقاء أترككم في معية الله وأمنه واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع وربك دوما يقول إني منك قريب وبك رحيم فلا تخف ولا تحزن فما ظنكم برب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدد يا حبيبي يا رحمة وسلام مدد يا حبيبي يا ماحي الظلام مدد يا حبيبي يا رحمة وسلام مدد يا حبيبي يا ماحي الظلام مدد يا حبيبي القريب المجيب بقول كريم فإني قريب يجيب الرسول إذا ما دعاك لكل الذي للنبي سعى يجيب الذي قد أتى يسألك فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب مدد يا حبيبي ورحمة الله king